موسيقى العليم يبحث مع الوسيطين الأممي والأمريكي إحياء مسار السلام في اليمن مقتلوا ستة من ميليش الحوثي بينهم قياديين برصاص مسلح في محافظة إيب قيادة الجيش تعلن إغلاق الطريق الصحراوية وفتح منافذ آمنة لتيسير تنقلات المواطنين حلف قبائل حضر موتيال رفضه لاستحداث معسكرات واستقدام قوات من خارج المحافظة موسيقى أهلا بكم إلى نشرة أخبار التاسعة معكم أنا شادي نجيب وأفنان تركار جدد مجلس القيادة الرئاسي التزامه بنهج السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات ودعم الجهود الرامية للسعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب جد ذلك خلال مباحثات مفاصلة أجراها رئيس المجلس رشاد العليمي مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندري كينغ والمبعوث الأممي هانس جرونت بيرغ وأكد العليمي تعاطي المجلس والحكومة بشكل إيجابي مع عناصر الهدنة التي نسفتها مليشيا الحوثي بهجماتها على المنشآت والموانئ الحيوية كما أكد أهمية دور المجتمع الدولي في رضع التهديدات الإرهابية الحوثية وأتدخلات النظام الإيراني في الشأن اليمني من خلال إرسال المزيد من شحنات الأسلحة المحضورة دولية وشدد العليمي على دور الأمم المتحدة في ضمان حل عادل وشامل للقضية اليمنية وفقا للمرجعيات المتفق عليها بما يضمن تحقيق تطلعات اليمنيين في بناء الدولة والمواطنة المتساوية وحماية الحقوق والحريات وفي وقت سابق الأربعة بحث المبعوثان الأممي والأمريكي إلى اليمن جهود تحقيق عملية سلام شاملة في اليمن وقالت الخارجية الأمريكية أن ليندر كينغ بحث أو حث خلال لقائه على هامش خلال لقائه مع هانز جروند بيرغ في الأردن حث أطراف الحرب باليمن على تسريع مشاركتها مع الأمم المتحدة لتحقيق السلام وكان ليندر كينغ قد بدأ أمس الأول زيارة إلى السعودية والأردن لدفع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة وكأن عام 2023 لم يأتي إلى اليمن هذا ما يمكن ملاحظته من التحركات الأممية والدولية في المنطقة حيث تعيد الهدنة المقترحة في عام 2022 تكرار نفسها بذات البنود والشخص أيضا ففي مطلع يناير الجاري نفذ كل من المبعوثين الدوليين الأممي والأمريكي جولة مكوكية للمنطقة التي تعرف دوليا بالشرق الأوسط وبحسب الخارجية الأمريكية فإن مبعوثها لدى اليمن تيم ليندر كينغ التقى في الأردن المبعوث الأممي لدى اليمن هانز جروند بيرغ المبعوثان وفق بيان الخارجية الأمريكية بحث في عمان جهود تحقيق عملية السلام الشاملة في اليمن وحث ما أسمه البيان بأطراف الحرب على تسريع مشاركتها في تسهيل مهمة المم المتحدة بتحقيق السلام أتى اللقاء الأممي الأمريكي بالأردن بعد زيارة نفذها المبعوث الأمريكي ليندر كينغ إلى السعودية في إطار الجهود الساعية لتمديد الهدنة وتوسيعها وأكدت واشنطن في بيان خارجيتها أن وقف إطلاق النار الدائم والتسوية السياسية الشاملة هما السبيل الوحيد لإنهاء الصراع باليمن ما هو واضح أن الأيام الأولى من العام الجديد لم تحمل أي تطور يخص عملية السلام الدولية ولو على مستوى التصريحات ففي نهاية ديسمبر من العام الماضي أي قبل أيام من اللقاء الأممي الأمريكي الأخير غادر الوفد العماني صنعا دون إحراز نتائج جديدة تخص التهدياء النتيجة أن وقايع العام الجاري هي ذاتها أحداث العام الماضي فالحكومة المعترف بها دوليا لا تزال غير قادرة على إقناع المجتمع الدولي بدعم قرار تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية بينما تستمر الميليشيا في حصد فوائد وامتيازات هدنة 2022 التي لا تزال عمليا سارية المفعول في 2023 قالت وكالة الأنباء الحكومية أن رئيس مجلس القيادة رشاد العليم اجتمع في الرياض برئيس الحكومة معين عبد الملك للتشاور حول مستجدات الأوضاع المحلية وسبل مواجهة تحديات الرهنة وذكرت الوكالة أن العليم استمع من عبد الملك إلى إحاطة عن مستوى الإنجاز في الملفات الاقتصادية والخدمية والعسكرية والإجراءات والخطط الحكومية للتعاطي مع تطورات الرهنة وعلى وجه الخصوص تداعيات الهجمات الحوثية وكان عبد الملك غادر العاصمة المؤقتة عدن إلى الرياض لإجراء مشاورات مع العليم حول عدد من الملفات الشائكة في مقدمتها الملف الاقتصادي والخدمي وشدد العليم على أهمية اطلاع كافة المؤسسات بمسؤولياتها وحج القدرات والموارد لتحسين الخدمات وردع التهديدات الإرهابية ميدانيا أصيب ثلاثة مدنيين برصاص وقصف مدفعي لميليشيا الحوثي سهدف من تقاريفية جنوب شرقي تعز وقال شهود عيان أن عناصر الميليشيا شنت من مواقع تمركزها قصفا عنيفا على قرية بوتا في صبر المواد بحسب المصادر فإن أحد الجرحى أصيب برصاص قناصة الميليشيا ونقل إلى المشفى لتلقي العلاج وكثفت ميليشيا الحوثي خلال الأيام القرية الماضية تعزيزاتها العسكرية وقصفها على مواقع الجيش في جبهات تعز والقرى المقتضة بسكان في صباح هذا اليوم قامت قناصة ميليشيا الحوثي المتمركزة في تبة العصيد قبهة الفراوش بقنص على المواطن عبد المومن إلى أمام منزله حيثما نحن كنا بأمامه نحن جالسين أمامه وقاموا بترويع الأطفال والنساء وبعدين قمنا بإسعافه نحن أصبنا أنا أصبت بشضايا الحمد لله وقمنا بإسعافه فقاما لأن الطريق عندنا مقطوع نشل الجريحة والمريضة بالمحفة فوقنا ما زال الضرب مستمر علينا علشان أنه نحن ما نشعرقلونا ما نشتوناش نسعفوه اليوم الخميس الساعة التاسعة والنفس صباحا تعرضت قرية بتع في مديرية صبير الموادم إلى قصف عشوائي بالعيرة المتوسطة والثقيلة من قبل ميليشيات الحوثي المتعنتة ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص اثنين منهم إصابتهم خفيفة والمواطن عبد المؤمن علي عبده تعرض إلى إصابة بطلقة قناص في الركبة وقمنا بنقول للمستشفى الثورة كذلك المنطقة المحاصرة قرية بتع محاصرة منذ ما يقارب سبع سنوات وإلى الآن والميليشيات الحوثية لا تزال تمارس همجيتها في القنص والتهجير والتشريد وكل فترات متناوبة ونحن نقول إصابات قدود من قراء القنص والقصف وفي سياق متصل تجددت المواجهات والقصف المدفعي المتبادل بين قوات الجيش وميليشي الحوثي في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب قالت مصادر عسكرية أن مواجهة اندلعت في وقت متأخر من مساء الأربعاء في مواقع في جبهة اليعرف والبلغ الشرقي ومحيطه دون أن تذكر سقوط قتلى وجرحة تحرك جديد نحو جبهات القتال على الأرض وهو ما ينذر بجولة قادمة من الحرب وبينما يواصل المجتمع الدولي بحث فرص جهود تحقيق عملية السلام تعزز ميليشي الحوثي من قدرتها القتالية في مأرب وتعز والجوف والظالع وهي تحركات تندرج في إطار التصعيد العسكري الذي يسعى من خلاله الإنقلابيون للوصول إلى المزيد من التنازلات في حال أثمرت الجهود الدبلوماسية في تجديد الهدنة التي فشل تمديدها مطلع أكتوبر العام الفائت مؤخرا عادت المواجهات والقصف المدفع بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في جبهات القتال جنوبي محافظة مأرب الأنباء الواردة من هناك تفيد باندلاع معارك في جبهات العيرف والبلق الشرقي ومحيطه بعد محاولة الميليشيا التسلل نحو مواقع تمركز القوات الحكومية هذا التصعيد نحو جبهات المحافظة يأتي بعد أيام قليلة من إرسال ميليشيا الحوثي أنساقا قتالية إضافية لقواتها قرب خطوط التماس في جبهات مأرب والجوف المجاورة لها ولا يختلف الأمر كثيرا في تعزية أخرى إذ تتحدث المصادر العسكرية بشكل دائم عن السحداث الميليشيا مواقع جديدة ودفعها بتعزيزات نحو جبهات المدينة وبالنظر إلى سياق هذا التصعيد وتلك التحركات المتزامنة مع تمسك الميليشيا بمواقفها فإن سيناريوهات الأحداث تتجه نحو السئناف الحرب من جديد في ظل العجز التام للشرعية هذه المرة وترك التحالف لها وحيدة في مواجهة مصيرها قتل ستة عناصر من ميليشيا الحوثي بينهم قياديان برصاص مسلح في مديرية فرع العدين غرب مخافضة إب قالت مصادر محليا أن مسلحا يدعى منصور نعمان أطلق النار على قياديين حوثيين ومرافقهما ما أدى إلى مقتل خمسة قبل أن يلقى حتفه على خلفية نزاع حول قطعة أرضا بحسب المصادر فإن نعمان يتهم القيادات الحوثية بالانحياز لصالح أحد الأطراف المتنازع معها حول قطعة أرض في منطقة القاسمية الخطر رابط بين مدينتي العدين والجراحي عقب الحادثة أقدم مسلحون يتبعون للقيادي الحوثي جمال المزحاني المعين من قبل الميليشيا مديرا لمديرية فرع العدين بإحراق منزل نعمان وإحراق أربع سيارات لأقاربه انتقاما لمقتل شقيقه وتتهم قيادات نافذة في الجماعة بمعارسة انتهاكات واسعة وسط غياب لدور القضاء والجهات الأمنية الأمر الذي يسهم في ارتفاع معدلات الجريمة وأعمال النهب والسطو على ممتلكات المواطنين في سياق آخر أجبرت ميليشيا الحوثي الموظفين في مختلف المرافق والمؤسسات الحكومية في محافظة إبا على توقيع ما تسمى مدونة السلوك الوظيفي وقالت مصادر محليا أن الميليشيا أصدرت تعميما على مسؤولي ومدراء المرافق الحكومية الخاضعة لسيطرتها يتضمن إلزام الموظفين بالتوقيع مقابل نصف راتب مهددة باتخاذ إجراءات عقابية ضد من يرفض التوقيع وفق المصادر فإن بين الإجراءات العقابية توقيف صرف نصف الراتب الذي جرى تسليمه للموظفين أقب استكمال عملية توقيع المدونة وكانت ميليشيا الحوثي قد أصدرت مدونة السلوك الوظيفي بهدف أدلجة الوظيفة العامة ومقايضة موظفي الدولة بين الاتحاق في صفوف الميليشيا أو الفصل من الوظيفة من جهتها وصفت الحكومة المدونة بالعقاب الجماعي لمئات الآلاف من موظفي الدولة ممن نهبت مرتباتهم منذ ثمانية أعوام قالت للحكومة أن ميليشيا الحوثي أصدرت 350 حكم إعدام بحق معارضين لها منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل أكثر من ثماني سنوات وقال وزير الإعلام معامل الإرياني أن الميليشيا أصدرت مؤخرا أوامر بقتل ستة من أبناء محافظة المحويت إنهم ثلاثة معلمين تعرضوا للاختطاف والتعذيب طوال ثمانية أعوام وأوضح أن التقارير حقوقية تشير إلى أن ميليشيا الحوثي أصدرت منذ انقلابها على الدولة 350 حكما بالإعدام بحق السياسيين وإعلاميين وصحفيين ونشطاء وعسكريين عارضوا مشروعها الانقلابي وذكر أن الميليشيا نفذت بالفاعل عددا من هذه الأحكام في استخدام للقضاء كأداة لإرهاب معارضيها وتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين أطلقت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالجوف نداء استغاثة لإنقاذ قرابة 3000 أسرى نازحة من موجات البرد القارس في مخيمات النزح شرقي المحافظة وقال مدير إدارة مخيمات النازحين بالجوف فهد جار الله إن الوحدة التنفيذية تلقت نداءات تحذيرية من مخاطر تأثيرات موجات البرد القارس والسقيع التي تتعرض لها المحافظة وأضاف أن عشرات المخيمات المنتشرة في صحراء الريان شرق المحافظة تعاني من انعدام المواد الإيوائية والغذائية المختلفة جار الله قال إن ألاف الأسر النازحة تسكن في خيام مهترئة لا توفر الحماية ولا تقل برد خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن وسط نعدام شبه تام من المواد والمسلزمات الإساسية للتدفئة وغياب تدخلات المنظمات الإنسانية نحن في الوحدة التنفيذية للنازحين محافظة الجوف خلال هذه الفترة نتلك عشرات المناشدات من مندوبي مخيمات الجوف ومن النازحين يشتكون ويطلبون المساعدة والإغاثة في هذا الشتاء القارس لمساعدات إيوائية وهناك قلة وهناك ضعف التدخلات نشتكي من هذا دائما وخلال هذا العام 2022 لم يحصل أي تدخل سواء في الإيواء أو في غير من التدخلات لهذه المخيمات تقريبا أكثر من 2800 أسرة يتعرضون في هذه الصحراء إلى كل أنواع قسوة الطبيعة من برد الشتاء ومن الرياح الشديدة طوال هذا العام ويفتقرون إلى أدنى مقاومات الحياة الأساسية والله ظروفنا قبرة ما هي بطيبة البرد فينا واليوع فينا والمنظمات فينا بعد مدري كم قد هلكنا وقد بيعنا الثياب اللي في ظهورنا وضعنا تعبان مرة حياة طفالنا تعبانين من الأمراض لا دفاء لا يعني حاجة صحية لا خيام مثل الناس لا يعني بيوت مثل الناس لا ملك شيء هنا في الصحراء هذا حسب ما تشوفوا متنبرد قال رئيس الأركان الفريق ركن صغير بن عزيز أنه تم إغلاق الطريق الصحراوي الخطيرة وفتح منافذ بديلة وآمنة بهدف تيسير حركة والتنقل المواطنين جاء ذلك خلال تروس اجتماعا موسعا باللجنة الأمنية المشتركة في محافظة مارب وفقا لما نشره موقع 26 سبتمبر التابع لوزارة الدفاع وقال بن عزيز إن التوجيهات قضت بإغلاق الطريق الصحراوية وفتح الطرق الآمنة أمام حركة المواطنين في مأرب وتدليل الصعوبات التي أثقلت كاهل المواطن وتعبيد الطرقات الخاصة بمرور المركبات الكبيرة بما يحقق سلامة وصولها إلى وجهتها وعشان إلى أن الطرق الصحراوية تسببت بالمواطنين بالكثير من المتاعب والمخاطر كما شكلت قلقا مستمرا القطاعات الأمنية وأضف رئيس الأركان أنه آن الأوان لإيجاد حل جذري لهذه المعاناة الشقة من أجل حماية المواطنين وامتلكاتهم وتسهيل حركتهم من وإلى صنعاء وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي قالت مصادر في شركة مصافي عدن الرياح الشديدة والأمواج جرفت سفينتين نفط أحدهما عراقية راسية قبلة ميناء عدن ونقلت وكالة رويترز عن المصادر قولها إن السفينتين كانت راسيتين منذ حرب الخليج الثانية على مقربة من ميناء الزيت التابع للمصافي في منطقة البريقة أشارت إلى أن الأمواج جرفت السفينة العراقية إلى قرب الشاطئ وأصبحت جانحة ولا تستطيع العودة مجددا للإبحار في المياه فيما باتت السفينة الأخرى التي تعود ملكيتها لرجل أعمال يمني معرضة للغرق بعد تسرب مياه البحر إليها وأوضحت المصادر أن الناقلة العراقية الجانحة هي من بين أربع سفن عراقية متخصصة في نقل النفط متوقفة منذ أكثر من ثلاثين عاما وذكرت أيضا أن سفن نفط متهلكة متوقفة قبالة ميناء عدن والزيت لا تحمل أي كميات من النفط وتشكل خطرا كبيرا على نشاط الميناء الرئيسي وحركة القناة الملاحية وكانت العملة المحلية شهدت أدنى تراجع لها أمام الدولار منذ تسعة أشهر وسط تفاقم أزمة شح النقد الأجنبي في البلاد وأفادت مصادر مصرفية في عدن بأن الريال اليمني شهدت تراجعا خلال تعاملات الأربعاء إلى ألف ومائتين وثمانين ريالا للدولار الواحد وقبل نحو أسبوع كان الدولار يباع في سوق الصرافة بنحو ألف ومائتين ريال يمني على الرغم من تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي إلا أنها فشلت حتى الآن في وقف انهيار العملة الوطنية التي تدهرت حتى وصلت إلى أكثر من ألف ومائتين ريال للدولار الواحد يأتي هذا التسارع في الانهيار وسط أزمة في السيولة النقدية الصعبة وعز البنك عن إيجاد حلول لتوفيرها على الرغم من مزادات البيع للعملة الصعبة التي يعلنها بشكل أسبوعي ويرى مراقبون أن فشل سياسات البنك ليست وحدها السبب الرئيس في انهيار العملة حيث ساهم عدم إيفاء السعودية والإمارات بوعود دعم البنك المركزي بوديعة مالية في انهيارها أيضا وأدى انهيار العملة الوطنية خلال الأسابيع الأخيرة إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية الأمر الذي قاد إلى احتجاجات شعبية مطالبة بتحسين الوضع المعيشي ووقف الانهيار وفي محاولة لوقف انهيار العملة عقد المجلس الاقتصادي برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك اجتماعا في العاصمة المؤقتة عدن لبحث حلول للوضع الراهن حيث خرج المجلس بقرارات تدعو لترشيد الانفاق ورفع مستوى الإيرادات لا تبدو المهمة سهلة أمام الحكومة الشرعية لوقف انهيار العملة كما يرى مراقبون خاصة في ظل عدم إيفاء السعودية والإمارات بدعم البنك المركزي بوديعة مالية من جهة وهجمات الميليشية التي تستهدف موانئ النفط من جهة أخرى والتي تمثل مركز الإيراد الأكبر للحكومة جددت مرجعية حلف قبائل حضرموت تأكيد رفضها القاطع لاستخدام أي قوات من خارج المحافظة في إشارة إلى مساعي المجلس الانتقالي الذي أعلن إنشاء ثلاثة معسكرات في وادي وساحل حضرموت وشددت المرجعية خلال اجتماع الاستثناء على رفض أي مساعي لإنشاء أو استحداث أي معسكرات في حضرموت لا تتم عبر الأطور الرسمية والسلطات المحلية كما طالبت السلطات العلية للبلاد ودول التحالف بقيادة السعودية بوضع حد لمثل هذه التصرفات التي لا تلبي طموحات أبناء حضرموت وتطلعاتهم وأكدت استعداد المرجع القبلية وكافة أبنائها للدفاع عن حضرموت وحمايتها من أي اعتداءات تستهدف زعزاة أمنها واستقرارها اجتمعنا في هذا اليوم في هذا الظرف العصيب الذي تمر به حضرموت بشكل خاص وعموم الوطن بشكل عام فيما يجري من أحداث أمنية وعسكرية جدد المجتمعون رفضهم القاطع لاستقدام أي قوات عسكرية خارج إطار الدولة خارج إطار وزارة الدفاع والداخلية هذا الرفض يأتي للمرة الثالثة والرابعة على التواري وهو ما يؤكد رفض أبناء حضرموت بجميع مكوناتهم وفئاتهم المجتمعية لملشنة الحياة في حضرموت كما رأينا في بعض المناطق التي حصلت فيها تدخلات عسكرية من خارج الإطار الرسمي وحصل فيها زعزاة أمن ونحن نريد الحفاظ على ما تبقى من الدولة الحفاظ على النموذج الشبه مستقر الآن في الوادي والصحراء وأي تغييرات أو أي استحداثات ما لم تكن عن طريق الإطار الرسمي فهي مرفوضة رفضا قاطعا كما جدد المجتمعون كذلك ترحيبهم بكل دعوات التي تدعو إلى تأليف وحدة الصف الحضرمية وجمع الكلمة وما من شأنها تكاتف الجهود لمواجهة هذه التحديات التي تمر بها حضرموت سألين المولى أن تمر هذه المحنة على حضرموت وهي في خير وأمن وأمان واستقرار نفذ مواطنون وقفة احتجاجية أمام مقر عمل السلطة المحلية بمدينة المكلة مركز محافظة حضرموت للتنديد بما وصفوه بالتلاعب بالأسعار أسعار المواصلات مواصلة النقل من المديريات الشرقية إلى المكلة ورفع المحتجون لافتة تندد بغلاء مواصلة النقل وتطالب بتحرير الأسعار وأخضاعها للمنافسة وقال المحتجون أنهم يرفضون احتكار نقابة لباصات للرحلات المسائية ويطالبون بفتح المجال للجميع وعودة المنافسة الشريفة كان المواطنين من قبل يذهبون في السيارات الخاصة بالأجرة انجيزات تروح وطالبنا من النقاة طالبوا المواطنين بفلزة لإصحاب الباصات جاءوا ما عند إصحاب الباصات هذا المملكين للفلزة قالوا نريد منكم فلزة المساء فرفضوا وقام أخ حمد بصالعة أسس العمل هذه الفترة المسائية وتحرك من الديس عاد أيام خط الغيل الضب مقفلة يعبر خط الغيل وينقل الناس بخمسمائة ريال بخمسمائة ريال مساعدة المواطنين والمرضى اللي تنتقلون من الديس الشرقية إلى المكلة ويتحرك هذا الباص بعد صلاة الظهر ينقل المرضى وينقل المواطنين وينقل العوائل للمكلة نشكر كل من تعنى وجاء إلى هذا المكان ونطالب بفتح المجال للجميع في الرحلات التنافسية المفائية ونطالب من النقابة أن لا تتدخل في الديس شرقية ويكون العمل الحر التنافس الشريف للجميع ونشكر كل من جاء من إعلاميين وناس يتلقى ثلاثون جريحا بينهم نساء البرنامج التأهيلي والرعاية الطبية في المركز العربي للأطراف الصناعية بعد وصولهم صلالة بسلطنة عمان وبحسب مدير المركز العربي عبدالوهاب العامر فإن هذه هي الدفعة السادسة عشرة بإجمالي تسعمائة وثلاثين جريحا بينهم نساء وأطفال ومسنون من ضحايا الحرب في اليمن وشار إلى أنه تم تركيب أطراف صناعية للجرحة وحضعوا بتأهيل الحرك والدعم النفسي وأكد أن المركز مستمر في علاج دفعات جديدة من الجرحة ضمن مشروع إنساني لتخفيف من معاناة المتضررين جراء الحرب دشن الأمين العام لمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم عبدالله نايمر القافلة الطبية المجانية بمستشفى الغيض المركزي بتمويل جمعية النجاة الكويتية وخلال تدشين القافلة التي تنفذها مؤسسة أياد الخير التنموية أشاد نايمر بجهود الجمعية الكويتية في المجال الصحيب اليمن وقال إن سلطة المحلية ستقدم كافة التسهيلات الممكنة لاستمرارية مثل هذه الأنشطة الطبية داعيا منظمات المجتمع المدني للمساهمة في تقديم الخدمات الممكنة من جانبه أوضح نائب مدير مؤسسة أياد الخير للتنمية وليد باعشن أن القافلة الطبية ستستمر على مدى يومين في مستشفى الغيضة لمعالجة الأمراض المزمنة تدشين القافلة الطبية الخاصة بالأمراض المزمنة في مستشفى الغيضة التي تنفذه مؤسسة أياد الخير بتمويل من مست النجاح الكويتية يأتي هذه القافلة ضمن أنشطة مؤسسة أياد الخير في عدد من المحافظات وخاصة محافظات حضر الموت والمهرة والسقدرة التي تقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة الصحية ومنها القافلة الطبية هذه القافلة تستهدف أمراض الأمراض أو المصابين بالأمراض المزمنة السكري والضغط نهاية النشرة وهذا تذكر بأهم العناويل العليم يبحث مع الوسيطين الأمم والأمريكية حياء مسار السلام في اليمن مقتل ستة من ميليشيا الحوثي بينهم قياديان برصاص مسلح في محافظة إيب قيادة الجيش تعلن إغلاق الطرق الصحراوية وفتح منافذ أمنة لتيسير تنقلات المواطنين حلف قبائل حضر موت يعلن رفضه لاستحداث معسكرات واستخدام قوات من خارج المحافظة انتهت النشرة نلقاكم على خير شكرا لمتابعتكم للمقاه اشتركوا في القناة